بدأ مصرف سيد صادق بتوزيع الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لعام 2023 على مزارع أقضية سيد صادق وشهر زور وبنجوين وكذا مدير مصرف سيد صادق بأنه تم إيداع مبلغي 13 مليار وتسعة ملايين دينار في المصرف وسيتم توزيع المبلغ على المزارعين خلال يومين كآخر دفعة من مستحقات المزارعين لهذا العام تم اليوم توزيع آخر دفعة من مستحقات المالية للمزارعين عن تسويق محصول القمح لعام 2023 ويتم توزيع 13 مليار وتسعمائة وتسعم مليون دينار على مزارع أقضية سيد صادق وشهر زور وبنجوين حتى حدود قضاء دربندخان لوجود السايلو في قضاء سيد صادق واستلام المحصول القمح منهم في هذا السايلو وصباح اليوم بدأنا بتوزيع المستحقات المالية على المزارعين ونؤكد لجميع المزارعين بأنه خلال يومين سيتم توزيع جميع المستحقات على المزارعين وبذلك تنتهي توزيع مستحقات المزارعين لعام 2023 استلمنا اليوم مستحقاتنا المالية عن تسويق محصول القمح لعام 2023 في مصر في سيد صادق وأطالب المسؤولين في وزارة التجارة الاتحادية حل مسألة الرصيد وحصة المزارعين من النسبة المستلمة في السايلو فأراضي الشهرجور أراضي خصبة ونسبة الغلة فيها عالية حتى لا يضطر المزارع لبيع محصوله في الأسواق بسعر زهيد